التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة وتجارة وصناعة التقليدية سمير مجول ورئيس الغرفة النقبية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة ببكر زخامة ورئيس جامعة الصحاب الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة وصناعة التقليدية طرق نيفر وبحضور وزير الصحة فوزي مهدي لتطلق إلى لية تطبيق قرار تسخير كافة المصحات الخاصة على ذمة الدولة في مجبهة وباء كورونا إلى حين العودة إلى التزود الطبيعي بمدى الأكسجين بالنسبة للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في كل الجهات وأكد رئيس الحكومة أن تونس تعيش وضعية استثنائية وفترة حريجة تقتضي تظافر كل الجهود في القطاع العام والخاص وتقديم التضحيات لتجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار وإنقاذ أرواح التونسيين